السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على حسب الطلب أم طاهر طلبت مني البقلوة المبرومة وما بغيت نديرها بالعجينة دي جواجدة قلت نعطي لكم يعني الوصفة العجينة والوصفة على البقلوة كاملة على بركة الله نعطيكم المقادير هنا يا عندي 750 جرام فارينا عندي 350 مليليتر ماء مع مظهر وعندي مغرفة كبيرة تاع السمن 4 كاس تاع السيرو اللي يقولوا له السوريين القطر خدمتوا بكاس سكر ونصف كاس ما وبوشونا صغيرة تاع المظهر خليتم يغلو حتى 1-10 دقائق عندي السمن حسب الحاجة الملح عندي نصف مغرفة صغيرة والنشاء والميزينة حسب الحاجة وعننا اللوز هنا محمص ومطحون وعندما نغربوه يعني يبقى في هذاك اللوز كونكاسي مع اللوز اللي يكون شو يرطب نحط هنا على بركة الله ودايمن بسم الله الفارينا نحطها في الإناء 750 جرام نحط نصف مغرفة الملح نحط السيرو والسمن ونبدأ نشمخه بالماء ونبدأ نشمخه بالماء نصف مغرفة بالماء العجينة لن نشمخه كليم العجينة لن نشمخه الزم نشمخه العجينة قد الماء قد الفرينة لا يجب أن تكون لدينا عجينة قصحة والماء نعجنة قصحة لا تبقى حرشة بقلاوة اقتصادية لا تحتاجها لا تحتاجها لا تحتاجها خاصة كل شيء غالي لا تطلب لكم كيلو لوز لكي تعملوا البقلاوة ترشوها وتخدموا البقلاوة هنا نضعها في كيس بلاستيكي ونجعلها ترتاح خمس دقائق حتى العشر دقائق يعني قد ما ترتاح العجينة مليح هنا نقطحها على أجزاء إلا كنتوا راحين نديرها ورقة على ورقة وديرها بقلاوة عادية يعني تعالي تديروا سبع ورقات ملتحت وسبع ورقات ملفوق وتعمرها في الوسط باللوز إلا إلا كنتوا راحين ورقة للرقة أو ملفوق وربقات ملتحت مرات ملتحت لوزنج وربقات من من سبعة أبدا وربقات ملتوا الوزنج في السنة نفتح العجينة بطريقة مهمة ورقة تكون رقيقة نقطع الضائرة على زوج نضيف الجزء نضيف الجزء ونضيف الجزء هذا العود هو السندخ نضيف الجزء نضيف الجزء نضيف الجزء نضيف الجزء نضيف الجزء من المنزل نضيف الجزء نضيف الجزء نرشوها باللوز أو بالكوكاو أو بالجوز حسب المقدور كما تقسم هذه الطرف قبل أن تضعها في سنة لا أريد أن تقسم هذه الطرفة كما تقسم هذه الطرفة يجب أن تقسم هذه الطرفة لا تقسم هذه الطرفة لن تقسم هذه الطرفة تقسم هذه الطرفة لا تقسم هذه الطرفة لا تقسم هذه الطرفة لا تقسم هذه الطرفة لا تقسم هذه الطرفة لن تقسم هذه الطرفة اضافة ملحة في السمن اضافة زبدة تصفوها مليح من هذا الماء يجب أن نقسم الطرف قبل أن نقسم الطرف لا أريد أن نقسم الطرف كما نقسم الطرف نقسم الطرف ونقسمها ونزيد سمن كذلك سمن يدخل كامل بين هذه الفتحات ودرتها تطيب على 160 درجة خليتها تطيب على راحتها حتى تحمرت من التحت بشعلتها من الفوق والتحميرات انا بغيتها هكا تبغو تخلوها شوية ما تكونش محمرة كما انتو مول الاختيار تاعكم هنا نشبع لها الاحسل ونقسم بشكل كامل ونقسم بشكل كامل ونقسم بشكل كامل ونبدأ في هذه البقلة والتي تكون مدورة قصيها في الطرف ونقسم بشكل كامل ونقسم بشكل كامل ونقسم بشكل كامل من العشرة ونقسم بشكل كامل ونقسم بشكل كامل تمتح بشكل كامل احتجوا فلتحانى مول لا تكلم بشكل كامل نقسم فبدأ الموس يجب أن تسجموها برقب يجب أن تقوم بها بشكل حساسي تقوم بشكل حساسي كما رأيت الورقة لا نرشيها كما نرشيها كامل سوف تشرب بوحدة للداخل لا تحتاج أن تخافوا أن تأتيك مورقة دورات كامل للوز هذا العسل منزلي أخففته قليلا إذن كامل نتحرك المرسل ثم نقوم بوحدة لطفق لتأتيك مورقة حتى يجب أن تحصل على جهزة نضم السركون على النهر أقعد البطاق وضع المستشف في نهر المهم يجربون ان يكون السركون هذا الأمر هذا المنظر يعجبوني الكثير من المنظر المهم البقلة واجهت بنينا واجهت هايلة وعجبتني اللي تحمرت حتى للداخل يعني الورق ما بقوش بويضين تقدروا تديروا الحجم كبير على هاكا انا بغيتهم هاكا شوية صغار فيسك حاجة تعالعيد والا اختي ام طاهر وحبيبة قلبي واختي العزيزة ان شاء الله نكون وضحت لك وشرحت لك وان شاء الله كامل اخواتي اللي كانوا متمنين يخدموا البقلاء المبرومة هذي يعني راحا ما تكلفكم مش اقتصادية بزاف وشكلتها شباب وبنينا ان شاء الله تخدموها واجيكم سهلة بولا بولا خوتي اخواتي ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم الوصفة على اليوم هي نوما المون وصفتين في فيديو واحد أطيتكم وصفة العجينة ووصفة طريقة تحضير البقلوة ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم وان شاء الله ربي قدرني نبقى دايما عند حسن ظنكم وانتمنى ان شاء الله تبقى ديمة اوفياء للقناة وبهذا خوتي اخواتي نخليكم ونقول لكم صحاف توركم نتلاقوا في فيديو المقبل مع وصفة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا